عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالية الجنوبية اجتماعها الدوري برئاسة أحمد حمد لملس لمناقشة آخر تطورات واطلع الاجتماع لحيثيات زيارة لملس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي والاتفاقيات التي وقعتها قيادة السلطة المحلية لتعزيز القدرة التوليدية لقطاع الكهرباء ب120 ميجاوات بالإضافة إلى اتفاقية تعزيز المنظومة الأمنية بأنظمة مراقبة حديثة وتمنى المجلس الانتقالي الدعم المتواصل من الأشقاء في دولة الإمارات قيادة وشعبا للعاصمة عدن ومحافظات الجنوب خدميا وتنمويا وإغاثيا